موسيقى 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 موجزون لهم الانباء اهلا بكم قالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة تجددت بين الجيش الوطني وميليشي الحوث الارهابية شرق محافظة الجوف وعلى اطراف مدريات رغوان وبحسب المصادر فان معارك عنيفة تدور في عدة جبهات بمدرية رغوان شمال غربي مأرب عقب تصدي الجيش والمقاومة لعدة هجمات حوثية في جبهات شمال وغرب المحافظة استهدف الجيش الوطني بقصف صاروخي آلية تابعة لميليشي الحوث الارهابية في مدرية كتاف بمحافظة صعدة وقال مصدر عسكري اليمن شباب ان وحدة الصواريخ التابعة لمحور كتاف شنت قصف صاروخيا على مواقع حوثية في وادي الحفنة بذات المدرية واسفر هذا الاستهداف عن تدمير عربة تابعة للميليشيا أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث الهجوم الحوثية على حي سكني في مدينة تعز أمس السبت وطلب بالتحقيق فيه ومحاسبة مرتكبيه وقال جريفث في تدوينة على تويتر إلى لجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها اختطف مصلحنا من ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا قائد القوات الأمن الخاصة بتعز العميد جميل عقلان بعد اقتحامهم للمقر المؤقت لسكن محافظة تعز نبيل شمسان في عدن وقالت مصادر أمنية ليمن شباب عناصر من ميليشيا الانتقالي هاجمت المقر المؤقت لسكن المحافظ شمسان في عدن واختطفت قائد حراسته وقائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ونقلتهما إلى جهة غير معروفة اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات قوات تدعمها الإمارات بارتكاب عملية اعتقال تعصفيا بحق شاب في التسعة والعشرين من عمره في مدرية حيس بمحافظة الحديدة بعيدا عن الدوائر القضائية وقالت المنظمة إن أفرادا يتبعون اللواء السابع عمال قاعتقلوا فؤاد زهير في الخامس عشر من هذا الشهر قبل أن يتم نقله إلى معسكري أبو موسى الأشعري بمنطقة الخوخة واعتبرت الحادثة توجها خطيرا يعكس سياسة التهجير القصري وغير المعلن من تلك الألوية العسكرية للسكان المحليين نهاية هذا المجز في أمان الله موسيقى